صلاة الوتر سنة مؤكدة واضب النبي صلى الله عليه وسلم على الوتر في الحضر وفي السفر يصلى من بعد العشاء إلى أذان الفجر هذا وقت الوتر أقل عدد ركعات الوتر ركعة واحدة وأكثر عدد ركعات الوتر 11 ركعة هل ركعة واحدة صعبة عليك بعد العشاء؟ بعد صلاة العشاء تصلي ركعتين سنة العشاء ثم تصلي الوتر ركعة واحدة هذا أقل القليل لأنه لفجرنا صلاة العشاء عندما نعرف ركعتين في الحضر وفي السفر تصونة العواتي ثم تصلي ركعتين على جابة ويتر فجرنا؟ نعم